هذا ليس عذره بل لا بد أن نعيش الهم واحد والجرح واحد والوجع واحد واجب أن ننصر إخواننا في غزة وفي أي مكان تنتهك فيه أعراض المسلمين أو تسفك فيه دماؤهم أو يعتدى فيه على حقوقهم كذلك بالدعاء لهم الدعاء وهذا ما لا عذر لمسلم أن يتركه حياكم الله لقد أصبحت مناظر الدماء والأشلاء في غزة عند كثير منا أمرا اعتياديا وأرقاما للقتل تتزايد دون استشعار للمسؤولية الأخوية الإيمانية اتجاههم فهل زال واجب نصرتهم وانتهى أم دخل اليأس في قلوبنا وأصابنا القنوط للوقوف على هذا أرحب بالدكتور ياسين علوش عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب مرحبا بكم دكتور حياكم الله من جديد دكتور مضى على أحداث غزة وحرب غزة أكثر من أربعة شهور كنا في بدايتها متابعها بدقة وحرقة على عكس الآن صارت أمرا اعتياديا وأمرا من أمور الحياة الدنيا فبرأيك دكتور ما الأسباب التي دعتنا لهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا الإنسان جبل على الألفة وعلى الاعتياد وهذا شيء طبيعي ولكن هذه الطبيعة البشرية لها جانبان جانب إيجابي وآخر سلبي من الجانب الإيجابي لألفة الإنسان واعتياده على ما هو عليه أن يعتاد الإنسان وفقد أحبابه أن يعتاد موتهم أن يعتاد فرقتهم وينسى مصابه فيهم وهذا شيء طبيعي مما يريح الإنسان أحباب الثائر المظلوم الذي ينكل به هذا النظام المجرم وأحلافه وأعواله ومع مرور الأيام وتقادم السنين نرأينا الناس خفت هذا يعني هذا التعاطف وانشغلوا في حياتهم هذا ما رأنا نحن عشنا فيه ولكن هذا ليس بمبرر لا لنا أن نغفل وأن ننسى إخواننا في غزة ولا لإخواننا العرب أن ينسوا مصابنا وثورتنا وما ينكل بنا هذا النظام المجرم هذا ليس عذرة بل لا بد أن نعيش الهم واحد والجرح واحد والوجع واحد لأن المسلمين إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم وهي أخوة حقيقية وليس من جرى التنظير لكن دكتور يعني ممكن سائل يقول أو كما يقال في المثال عام ميت ما يوشين ميت فنحن يعني نعيش واقع غزة تقريبا دكتور فكيف لنا أن نبقى مستحضرين لألم إخواننا في غزة مع أننا نعيش نفس الألم لكني أنا أخالف هذا السائل في الرأي ولو كان سؤالا افتراضيا لأنني أعتقد والله أعلم أنه ليس من مجتمع يشعر بآلام أهلنا في غزة كما نشعر نحن هنا في سوريا لماذا؟ لأننا إذا سمعنا عن بناء تهدم على رؤوس أهلي ليس مجرد سمع ولا رؤية كمقطع فيديو على شاشات المسائل التواصل لا نحن عشناها عندما يحدثون عن عشرات الشهداء عندما يحدثون عن قصف المستشفيات وقصف المدارس وموت الأطفال في مقاعدهم عندما يحدثون عن ضربهم بالنابلم الحارق بالغازات الكيموية هذا كله عشناه جربناه فنحن نشعر بألمهم لأننا عشناه حقيقة ونعرف مصابه وقد قدم أهلنا هنا في الشمال السوري صورة واضحة عن تعاطفهم وعيشهم لهموم أهلهم في غزة وإن كان كما قلت الآن خفت هذا الشعور شيئا فشيل لكن لا يجوز أن يخفت أبدا وأما ما ذكرته في المقدمة هل هو نوع من الإعس والقنوط؟ لا أظن ذلك وليس يأس إنما أملنا بالله سبحانه نحن الآن على أعتاب 13 أو 14 عاما من الثورة ونحن ولله الحمد متأملون واثقون بنصر الله سبحانه وتعالى ولو تواطأت الدنيا كلها علينا فهذا ليس يأسا ولا قنوط لأن الإعس والقنوط في ديننا حرام أصلا لا يجوز طيب دكتور كيف لنا أن نبقى أو كيف أن نحيل هذا الشعور إلى عمل من خلال تعاطفنا مع غزة نعم نحن واجب النصرة لهم واجب واجب أن ننصر إخواننا في غزة وفي أي مكان تنتهك فيه أعراض المسلمين أو تسفك فيه دماؤهم أو يعتدى فيه على حقوقهم بالقدر الذي نستطيع وبالطاقة التي يمكن أن نستطيعها فإن استطعنا أن نساعدهم بالمال كما حصل من جمع تمرعات لهم وأنا أحث الإخوة في وزارة أوقاف أو غيرها من المؤسسات على إعادة الكرة مرة ثانية بجمع الأموال لهم بنصرتهم إعلاميا وكما تعلم الآن في زماننا الحرب الإعلامية أصبحت أقوى وأفتك من الحرب العسكرية وذلك بنشر قضيتهم وخصوصا عند الإخوة الإعلاميين كالإخوة الذين الآن يشرفون على هذه الحلقة وغيرهم وهذا ليس في الشمال السوري المحرر بل في العالم الإسلامي كله كذلك بالدعاء لهم الدعاء وهذا ما لا عذر لمسلم أن يتركه أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز بالدعاء فلا يعجز المسلم أن يدعو لهم ربما دعوة صالحة في ظهر الغيب في ظلمات الليل ترفع بها هما عن إخوانك أو يحقن الله بها دما أو يحفظ الله بها عرضا دعاؤهم دعاؤنا لهم واجب أن ندعو لنا ولهم فنحن وإياهم في الهم سواء شكرا لكم دكتور و بارك الله بكم و بكم الله فاصل قصير متابعين الكرام ثم نتابع معكم الإجابة عن الأسئلة الفقهية مرحبا بكم دكتور بن جديد مرحبا بكم عليكم الله أخت تسأل دكتور وقع خلاف بينها وبين زوجها ذهبت على إثره إلى بيت أهلها ومكثت فيه أكثر من ثمانية أشهر وجر بينها وبين زوجها عدة جلسات في المحكمة انتهت بالطلاق فهل تعتد وكم مدة العدة أم تكتفي بالمدة التي مكثتها في بيت أهلها طبعا مكثها في بيت أهلها قبل الطلاق ليس عدة ولو استمر ذلك لسنين إنما تبدأ عدتها من اللحظة التي طلقها فيها القاضي طبعا هذا تفريق غالبا هو تفريق للشقاق والضرر ففي اليوم الذي أو الساعة التي طلقها فيها القاضي تبدأ عدتها وعدتها ثلاثة قرؤ كما قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وثلاثة قرؤ عند الحنفية هي ثلاث حيضات وعند الشافئية رحمهم الله هي ثلاثة أطهر السؤال التالي دكتور في بعض الأحيان يحدث تناحر في سوق الهال بين التجار على صنف معين مما يؤدي لرفع ساره بشكل يتجاوز السار الحقيقي وهذا يعود بالضرر على المستهلك فما حق ذلك؟ لا يجوز الضرر أنت سميته ضرر والضرر لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا يجوز إلحاق الضرر بالآخرين من أجل التنافس على بضاعة حتى لو كان هذا التنافس في جانب آخر يعني لو أنزل أحدهم بالسعر مما أدى إلى خسران جاره التاجر أيضا هذا لا يجوز وهذا من أكل أموال الناس بالباطل فينتبه إخواننا التجار ولا يقعوا في مثل ذلك والناس في بلادنا في عسرين وفقرهم بحاجة إلى إرخاص الأسعار لا إلى إغلائها نصر الله أن يهديهم السؤال التالي دكتور أولادي استشهدوا في الزلزال في العام الماضي فهل استغفار لهم جائز؟ وهل يدخل تحت حديث النبي وولد صالح يدعو له؟ ولكن هنا القضية معكسة فأنا أستغفر الأولادي بداية أن نصر الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشهدائنا الذين قضوا في الزلزال وأن يصبر أهلهم وأن يجعلهم من الشهداء إن شاء الله لكن استغفارها لهم مقبولا إن شاء الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له هذا على سبيل الغالب الغالب أن الولد يدعو لأبيه وأمه ولكن أي دعوة مسلم لمسلم هي مقبولة إن شاء الله مرفوعة فلتستغفر ولتدعو له وإن كانوا في حكم الشهداء لكنهم بحاجة إلى الاستغفار والدعاء والصدق عنهم أيضا لا بأس يقول الساء الدكتور في هذا الجو البارد إذا كان متوفرا الماء البارد والساخن فأيهما أثوب بالوضوء بالنسبة للوضوء بالماء البارد النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وأعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إسباغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط ذلكم الرباط لكن هنا يجب أن ننتبه إسباغوا الوضوء على المكاره عند عدم توفر البديل يعني أنا إذا قمت إلي أتوضأ وليس أمامي إلا الماء البارد فإذا أسبغته أسبغت وضوئي بهذا الماء البارد رغم هذه المكاره فعد نبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الرباط أو عد نبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الرباط ولكن أن يترك الماء الدافئ ويتوضع في البارد لا حرج وله الأجر إن لم يلحق به ضررة إن كان يلحق به أذية هذا الماء أو كان يؤدي برودة الماء إلى عدم إسباغ الوضوء إن واحد يضع القليل من الماء لا يسبق ففي هذه الحالة لا الوضوء في الماء الدافئ أفضل وهي أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى حتى الدكتور عن نبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اخترأي سرهما أسنت السؤال التالي دكتور أثناء صلاة الجمعة بعض الناس يصيحون تكبير فيكبر الناس في المسجد فهل يصح هذا طبعا لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء صلاة الجمعة والخطب يتكلم لا يجوز من قال لصاحبي أصمت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فأي كلام خارج يعني هذه الصلاة وهذه الخطبة لا يصح لكن لله الحمد أن قولهم تكبير أو أن التكبير هو من الذكر والذي قال بعض الفقاء أنه لا بأس بالذكر أثناء الخطبة ولكن ليس بهذه الصورة صورة الصياح والانفعال والآخر الأولى لهم أن لا يفعلوا ذلك الأولى أن لا يفعلهم السؤال التالي دكتور رجل دهس ابنه خطأ فمات الولد فماذا يترتب على الأب يترتب عليه ما يترتب عليه في قتل الخطأ حتى لو كان المقتول غريبا لا فارقة في الأمرين الأمر الأول الكفارة صيام شهرين متتابعين ثانيا إن عجز عن الصيام لكبر سن أو ضعف أو شيخوخة فيمكن أن ننتقل للأطعام هذا الأول أمر الثاني أدية أدية لورثته نعم وهو منهم يسقط حقه ويدفع ديالي لأمه لأبنائه إن كان له أبناء إلا إذا سامحوا وأسقطوا حقه السؤال الأخير دكتور ضمنت أرضا من صاحبها وعندما صار وقت الحصاد جاءني صاحبها يريد أن يبطل الضمان علما أنه أخذ كامل المبلغ المتفق عليه هذا الضمان أو هذه الإجارة هي عقد بين أثنين لا يجوز لأحدهما أن يبطله لا يجوز إلا بالاتفاق الاثنين لذلك فعل هذا الإنسان غير جائز ومن حق هذا الرجل السائل أن يتمسك بهذا العقد الذي بينه وبين الطرف الآخر ولا ينقضه حتى لو اضطر الأمر إلى إحالة إلى القضاء فالقضاء يحكم لصالحي في أجل هذا جزاكم الله خيرا دكتور وبارك الله بكم وفي الختام نشكر لكم متابعين الكرام حسن السماع والإنصاط ولا ننسى أيضا شكر الدكتور ياسين علوش على حضوره ومشاركته معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرجة لإخواننا في غزة عاجلا غير آجل دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته